موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم المصار الصحيح كنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن أهم مصار في حياة الإنسان وهو المصار الروحاني وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا دية عشان العبادة قبل أي حاجة خالص هو العبادة وقلنا أن ده يعتبر هو أهم مصار في حياة الإنسان لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وتكلمنا وقلنا أن من غير المصار ده مستحيل الإنسان مهما عمل عاوز ينجح عاوز يعمل أي حاجة خالص مش هيقدر يوصل لأي هدف ويكون سعيد من غير المصار الروحاني لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة نضنكة فأول حاجة عايزين نطلع بيها من موضوعنا أن احنا لازم نصحح مصارنا مع ربنا قبل أي حاجة خالص وتكلمنا عن موضوع العقل والقلب وقلنا أن العقل هو مجرد سيكرتير للقلب لأن القلب هو محل النية وهو الينبوع عند الإنسان وهو اللي بيتحكم في كل حاجة في حياة الإنسان في مشاعرنا في أي حاجة بتحصل لازم الأول تطلع من القلب وبعد كده تروح للعقل العقل يبدأ يفكر يحرك الحواس إزاي بعد كده الحواس تبدأ تشتغل يبدأ الفعل يتم وطبعا اتكلمنا قلنا أن في آيات صريحة في القرآن قالت الكلام دوت من آلاف السنين ومآت السنين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم كلوب يتفكرون بها القلب هو عندي محل النية ولكل امرئ ما نوى وإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في الجسد لمضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب النهاردة هنتكلم عن موضوع ومصار مهم جدا في حياتنا المصار الأخلاقي السلوك هنتكلم النهاردة عن السلوك وإيه أهمية السلوك وإيه هي السلوك وإيه هو التأثير الإيجابي أو السلبي للسلوك السلوك هو يعتبر المؤثر الرئيسي في حياتنا اليومية لأن الإنسان عبارة عن سلوك طيب الإنسان ده هنجيبها من البداية خالص ونقول إن الإنسان ده إزاي بيتكون عنده السلوك فهنضرب مثال ونقول لو عندي طفلين عشان نفهم الموضوع ماشي إزاي توقم مثلا واحد اتولد في الاتنين اتولدوا هنا مثلا والتوقم ده بعد ما اتولدوا خدنا واحد منهم وودناه مثلا دولة أجنبية من يوم ما اتولد وراح عاش هناك والطفل الثاني عاش هنا في مصر وجم بعد فترة بعد خمس سنين مع أنهم توقم نفس اللحم ونفس الدم ونفس كل حاجة هنلاقي الطفل اللي هو اتربى بره ليه عادات وليه طريقة أكل وليه اختيارات وليه ردة فعل معينة هتا اللغة بتاعته كل حاجة فيه هتلاقيها مختلفة تماما عن أخوه التوقم اللي اتربى هنا طبعا انا مش عايز اتكلم عن السلوك من الجانب الفلسفي لأن لو اتكلمت من الجانب الفلسفي هنقول السلوك هو فعل ورد فعل محيط للبيئة وهنقول كلام اتقال كتير لأحنا عايزين نبسط الموضوع ونعرف ازاي نعالج السلوك بس لازم نفهم ايه هو السلوك الاول فانا عندي دلوقتي هتلاقي الطفلين كل واحد بقى ليه طباع وليه تصرفات وليه والتاني ليه ردة فعل معينة ودي ليه ردة فعل تانية خالص مع انهم سبحان الله الاتنين توقم من نفس الاب ومن نفس الام يبقى اه 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 اللي اصر في ده ايه واللي اصر في ده ايه البيئة المحيطة يبقى السلوك ده اه 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 اللي هو السلوك المكتسب ده سلوك احنا بنكتسبه من البيئة المحيطة طيب ايه هو اهم عامل في البيئة المحيطة في بداية حياة الانسان لان البيئة المحيطة دي كبيرة اوي عبارة عن اهل والاهل بقى بجميع درجاتهم وانواعهم وبعد كده هنخش في الاصدقاء وبعد الاصدقاء هنوسع الدايرة شوية البيئة المحيطة الجيران اللي مش عارف ايه اللي هما الناس المحطين بينا بالكامل ولكن تعالوا نشوف الانسان مثلا اللي هو سلوكه سيء ده بيجي ازاي بيتكون عنده السلوك السيء ده ازاي خلينا نقول مثلا ان لو اب هو وابنه كده مثلا لسه فرحان بيه وبياخدوا معاه كل حتة رسه الوقت يا دوبك كده بدأ يتكلم او يمشي واخدوا معاه وماشي في حتة ولو قابلوا واحد معايا مثلا زيد من الناس ووقفوا سلاموا على بعض وازايك واخبارك ومش عارف ايه وقعدوا يرحبوا ببعض وبعد ما روحوا البيت الام مثلا بتسأل الوالد انتوا كنتوا فين او كده فبقول لها كنا مقابلين زيد ووقفوا عطلني ومش عارف ايه طبعا الطفل هيحصل هنا عنده صدمة ولكن مش عارف ايه عبر ليه لانه شاف الوالد وهو بيتكلم مع الراجل باسلوب وبطريقة كويسة جدا لما روح البيت لاب يتكلم باسلوب فض جدا وبقول كلام مش كويس هنا الولد هيحصل عنده معتقد هشوف ابوه بيعمل ازاي عايز يقلده الطفل بيتكون عنده المعتقدات ازاي احنا لما بنتولد بنتولد الملفات عندنا فاضية خالص فبنحاول ان احنا عاملين زي السفنجة كده بنحاول نمتص كل حاجة حوالينا فنبص نلاقي ان الطفل اي حاجة محيطة به فبيحاول يمتصها وبيقلدها هتا مثلا يقولك الولد ده طالع لابوه لا الولد ده طالع لامه واخد ورس عن امه لا هو الموضوع طبعا فيه جينات ورسية وحاجات كده ولكن نلاقي الولد مثلا قاعد نفس القاعدة بتاعت باباه او البنت مثلا لا هو المفروض ان هو بيقلده هو تلاقيه مثلا عايز يقعد زي ابوه عايز يأكل زي ابوه لان ده البيئة هم مش عارف فيعمل ايه لسه الملفات عنده بيضة تماما ما فيهاش اي حاجة فارغة فبيبدأ ان هو يقلد الناس اللي حواليه مهما كان ممكن طفل مثلا لا قدر الله ابوه امه دولي مثلا ماتوا هم لسه بعد الشر يعني على اي حد ويتوفوا هو لسه صغير ويتربى معا احد هياخد صفاتهم مش شرط ياخد صفات الاب والام بيبدأ هنا عند الطفل وهو عشان نعرف السلوك بيتكون ازاي يعني احنا بنسأل دلوقتي ده فلان بيجذب ومش عارف ايه منافق احنا هنعرف الكلام ده جي منين ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حد وهو وحش يعني ربنا مش خلق حد لا ربنا كرم الانسان وخلقنا في احسن صور هنعرف بقى الطباع السيئة والسلوك السيئ ده جي منين ونحاول لان الموضوع ده مهم جدا نحاول نخلي بالنا منه تماما لان هو ده البنية بتاعة اولادنا فطبعا في بعض الناس بتستهين انها مثلا بتجذب قدام عيالها حد ينادى عليهم من بره قوله مش موجود مش عارف ايه طب ما هو شايفك موجود هو الولد دلوقتي من تعمل يمتص كل حاجة انت بتعملها هو بيمتصها فمش تزعل مش تزعله لما تيجي تلاقوا بعد فترة الولد بيجذب عليكم ما انتوا اللي علمتوك كذب هو جاب كذب ده من ايه هو اتولد وهو عارف كذب لا طبعا اتولد وهو عارف النفاق لا طبعا مفيش هو اتولد خلاص ملفات فارغة تماما وبيبدأ يكتسب من البيئة المحيطة اللي حواليه كل السلوك فما نزعلش لما نلاقي ان المحصلة او الناتج كده احنا بنكون السبب وهنتكلم دلوقتي ونوضح الموضوع ده بالزبط ونبدأ نقول ان الطفل بيبدأ دلوقتي اي موقف بيشوفه قدامه بيخزنه لذلك الزاكرة بتاعت الطفل التعليم في الصغر كان نقش على الحجر سهل ليه لان الدماغ او الزاكرة عنده فضية تماما فببدأ ياخد كل المعلومات ويخزنها عنده وببدأ المعلومات دي زي ما اتكلمنا في الحلقة السابقة تعمل عنده معتقد اللي هو بعد كده هيتصرف بيه تصرف لا ارادي تصرف من غير ما يفكر من غير ما يعمل اي حاجة لما يلاقي مثلا الاهل في موقف قوله مش هنا مرة واثنين وثلاثة لما حد يجي خبط يقابل حد في الشارع بيوشه ويروح البيت يبقى بوشه تاني خالص ومواقف من دي كتير جدا بيحصل عند الطفل معتقد بيبدأ الطفل بعد كده يشكل الموضوع في مواقف تانية فرجاء من الاهل لو عايزين فعلا ننهض بمجتمعنا بجد ونشوف عيالنا في احسن صورة طبعا ما فيش حد في الكون ده كله بيبقى عايز حد احسن منه غير الوالد والوالدة او الاب والام دول اكتر اتنين بيتمنوا للانسان ان هو يكون احسن حد في الدنيا ولكن في حاجات احنا ساعات بنعملها عن جهل ما ناخدش بالنا اي نعم ممكن يكون الراجل اللي جاء على الباب واحنا بنقوله قوله مش موجود ولا بتاع رخم غتت اي حاجة مش مشكلة ولكن في طريقة تانية يعني بلاش نخلي اولادنا يكتسبوا مننا سلوك سيء وعدات سيئة طيب في علوم التنمية البشرية وعلوم علم النفس بيقولك تعريف السلوك هو الفعل ورد الفعل من البيئة المحيطة هو الموضوع ده بصراحة كويس يمشي لا بأس ولكن منقوس ليه لان احنا قلنا ان احنا هنتكلم دلوقتي بالتفكير الديني احنا قلنا الحلقة اللي فاتت فيه اربع مناهج للتفكير التفكير التفكير الخرافي والتفكير العلمي من البيئة المحيطة الاكوال والافعال هي ده السلوك والمعتقدات بتاعتنا يعني انا عندي دلوقتي البيئة اللي انا عايش فيها بيئة شرقية وليها معتقدات وليها عادات وليها تكاليد تختلف تماما عن البيئة هناك الفلاسفة اللي هم حطين اسس في علم النفس وبنى عليها نظريات وبنى عليها علوم ويطلع كل يوم عالم يقولك لا والله ده غلط ليه لانها مبنية على باطل من بني على باطل فهو باطل وجميع نظريات الفلسفة كل يوم متغيرة كل يوم ولكن العلم او المنهج الروحاني ده مفهوش كلام ده من عند الله فما ينفعش ان انا افكر تفكير خرافي مثلا تفكير وهم كده تفكير خيالي قعد اتخيل ما ينفعش قعد افكر تفكير فلسفي ما ينفعش طب التفكير العلمي لو احنا قلنا السلوك التفكير العلمي ده ممتاز جدا ولكن مشكلته انه هو يعني ضيق الافق عنده حاجات معينة بس يعني انت لو جي تتكلم مثلا دكتور و جي كلمك و جي كلمك مثلا عن الانسان مش هتلاقي دكتور في العالم في العالم كلك يقعد يفصص لك الانسان و يشرح لك الانسان بالكامل هتلاقي دكتور بتكلم في القلب لا والقلب كمان بقى فيه تخصصات دكتور للصمام و دكتور يعني و كل واحد من دول بيفضل حياته كلها عشان يبدأ انه هو يكتشف شيء جديد ده اللي هم الناس يعني الباحثين و المهتمين بالعلم و ده شيء كويس مش شيء وعيش ولكن المقصد انه هو ده يعني التفكير بتاعه مهما كان متسع ولكنه محدود في نطاق محدود و على فكرة يعني الدين او الكرآن بتاعنا لما ذكر مثلا بداية تكوين الانسان قالها من كام سنة من مئات السنين ان النطفة بتكون علقة والعلاقة بتكون مضغة ف مهداء اللي اكتشفوه بعد اكتشاف السنار لما بدأوا ان هما يراكبوا تكوين الجنين اكتشفوا فعلا ان هو ببقى نطفة وبعد كده ببقى علقة والعلاقة دي بتبقى مضغة زي المضغة بالزبط زي لما بتيجي تاكل اكل كده وتمضغه هو الانسان ببقى يعني وصف دقيق جدا قبل السنار وقبل الكلام ده كله فانا مطلوب مني ان انا كراجل مسلم وموحد بالله والله العظيم ده غير المسلمين لما بيسمعوا الايات بنسمع كل يوم عالم فلان الفلان اسلم وعالم مش عارف مين ارى ايه في اياه في القرآن اسلم لقيم ده كتاب الحق مفهوش كلام فيبقى انا لازم اتكلم في موضوع السلوك من الجانب الديني مش هتكلم من الجانب الفلسفي لان الجانب الفلسفي السلوك بقى كتير ومش عارف وهنقعد نتكلم في كلام ونظريات والسين وصاد وفي الاخر يعني انا عدت اقرى كتب كتير جدا في الفلسفة وعلم النفس عايز اوصل لحاجة وبعد مقرأ واقعد واسهر الليالي واقعد مش عارف ايه وفي الاخر الاقي كتاب تاني خالص بكذب كل النظريات دي والنظريات بتاعته هي اللي اعتمدت واقعد ادرس في شخصية ليه فانا دلوقتي انا باتكلم قلنا في البداية ان احنا اهم مصار الانسان هو المصار الروحاني لان دا الشيء اللي احنا اتخلقنا عشانه الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وسبب وجدنا في الدنيا دي هي العبادة فلازم افكر من هذا المصار او من هذا الطريق او من بهذه المنهجية فعندي موضوع السلوك دا موضوع خطير جدا لان احنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير انفسهم طب انفسهم دي السلوك بتاعتهم عايزة تتغير في عندي طريقة خاطئة جدا بيتبعها معظم الناس في موضوع السلوك او تعديل السلوك وهو موضوع الترهيب والترغيب الترهيب ان انا دايما اخوف اللي قدامي واقول له والله لو ما غيرتش سلوكك هضربك هحبسك هعملك يعني بنقعد نرهبه والترغيب اقول له والله لو مثلا عملت كذا هجيب لك الحاجة الفلانية خلصت مش عارف ايه هجيب لك ايه لا هو دا الترغيب خاطئ ليه والترهيب برضو دا اسلوب خاطئ ليه انا لو عايز اعالج اي سلوك سيء هعالجه بالطريقة اللي هنتكلم فيها دا الوقت مثلا انا عندي خلاص فات الاوان والطفل اكتسب مخزون ومعتقدات خاطئة من البيئة المحيطة وبدأ يتصرف تصرفات مشينة وتصرفات سيئة وفات الاوان وخلاص يعني الموضوع دا فات اوانه اعمل ايه خلاص اسيبه كده لا طبعا في اول حاجة في تعديل السلوك هو التحفيز مش الترهيب لا التحفيز بمعنى ايه الرسول عليه الصلاة والسلام كان دايما يعمل كده كان يحفز الناس بايه مش يقول لهم مثلا هجيب لك حاجة معي لا اما انت لو لو انت مشيت في يوم من الايام بقيت مش موجود عشان يعمل الحاجة دي مش هيلاقي الحاجة دي فمش هيعمل لا انا حفز دايما وعلم الشخص من البداية ان انا مكافئة عند ربنا اول حاجة خالص هي الجنة ان احنا جايين ده التربية الصحيحة ان انا اعلم عيالي ان احنا قاعدين في الدنيا دي ربنا خلقنا عشان العبادة جايين الدنيا فاول حاجة ابدأ احفزه ان احنا هيبقى ربنا هيرضى عليك ربنا هيحبك ربنا دايما انمي فيه الجانب الروحاني ده اول حاجة تاني حاجة احاول ان انا اشجعه يعني مثلا لو جينا مثلا واحنا قاعدين مع طلبة وبدأ واحد يسرد مسألة ما وفيها بعض الاخطاء بلاش بلاش نصيحة ان انا اقعد ان تقده نقد سيء اقول له اصل دي لا دي غلط واصل دي هيحبط لا انا ابدأ ابص ادور هل فعلا فيه ولو جزء بسيط كده من الكلام اللي قاله ده كويس فيه جانب حسن ابدأ ان انا اقول له والله برافو عليك والله انت كده كويس ممتاز واسيب اصل دي شوية يعني مش اقول هاله في نفس الوقت لان فيه ناس بتعمل كده يعني انفكرة ان هي دي العبقرية يقول لك والله انت كويس وجميل ومش عارف بس يعني ويروح محبطك تاني مش كان لها لازمة فاسيب فاسيب الاول يفرح بسمر نجاحه ايا كان تعبوا في المذاكرة ايا كان وبعديها لو ربنا ادان عمر ابدأ اقول له والله انت موضوعك كان جميل ولكن يعني ايه انا لحظت لما عدت فكرت كان لقيت الموضوع فيه كذا وكذا وكذا وابدأ انتقد فيه فموضوع السلوك طبعا يعني موضوع كبير جدا مش هنقدر ان احنا نتكلم فيه في حلقة واحدة لان الموضوع ده اذا بدأنا فعلا نعرف السلوك السيء بتكون ازاي وازاي نعدله هنقدر بمنتهى السهولة نقدر نتعامل مع بعض بحب الدين المحبة الدين السلام القر القراهية اللي موجودة بين الناس والحقد والغل والحسد ده كله جي منين مفيش انسان بيتولد وهو حاقت كده من يومه او ناقم مفيش الحاجات دي كلها مكتسبة هنبدأ نعرف ازاي ان انا ابدأ اسيطر عالكلام ده كله يبقى اول حاجة اتكلمنا فيها اللي هو التحفيز مش الترهيب مش ان انا اقعد اخوف لا طبعا الاسلوب ده 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 هتا يعني الدين بتاعنا بقولك رفع القلم عن سلاس الصبي حتى يبلغ الدين عفية يعني سايب المرحلة دي مرحلة التأهيل انا اهله ده الواحد بيشوف عجايب وعلى فكرة بيكون مردودها ايه يعني مثلا الاب اللي هو ببقى ماسك ابنه وقاعد عمال يضرب فيه من هو لسه صغير النتيجة بتكون ايه النتيجة بتكون ان لما بيكبر بنسمع فلان خبط ابوه عديدة واللبسكين وموته فان شاء الله في الحلقات اللي جاية هنستكمل باقي موضوع السلوك ونشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة